مش اه لكن قبل ما انسى. فضل. كويس اللي انا افتكرت. فضل. ودي حاجة تأكد لك على كلامي. انا البرومو نزل من حوالي تلات ايام. انا ما شفتهوش في الاول. مين كلمني يا اسلام? مين? المهانسة عادلتك يعني. كلمني صحاني منهم قال لي انت نايم. قلت له الصراحة قال لي قلت له طب لا مش هام روح تايم بسرعة. قلت له لا والله ما حقفل. اه قال لي ارجع لك بعد شو. قلت له لا لا دلوقتي. امورني باش مهندس. فقال لي اه انا مبسوط جدا اللي انت جاي بيتك مع الكابتن اسلام. ومبسوط جدا اللي هشوفك. ونورت بيتك انا اتصلت عشان اقول لك كده. هو فيه اجمل من كده. ام. هو فيه اكتر من كده الكبير اما يعرف. انا اصغر في السن في الاول وفي الاخر. اما انسى عادل بقيعة وقيمة اه داخل النادي الاهل. اه. فواجب علي اللي انا اقول الكلام دوت. وابتدي به. لان ده حصل بالفعل. والمكالمة دي انا مقفلت ساعدت بيها جدا. لان لما يحصل موقف زي ده. بصراحة اه حسيت بالدفع يعني خليني اقولها زي ما هي يعني. بصراحة اللي هو يعني اما كلمني كده وقال لي انا انا شفت البروم وساعد جدا اللي انت جاي وجاي. ودي حاجة كويسة جدا الكابتن من كابتن النادي الاهلي يبقوا موجودين. اه انا مبسوط وحبيت انقل لك مشاعر. انا كنت طاير. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني.